طيب آخر حاجة عايزة أتكلم فيها مع حضراتكم ناس كتيرة بعتلي بتشكرني يعني على الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا عشان التحكيم والإحنا أنا ما بيضغطش على حد أنا كبنامج كقناة كسياسة قناة سياسة نادي بناخدها النادي الأهلي ما بيضغطش على حكام إحنا بنعملش كده إحنا بنشوف بعنينا خطأ وبنحاول إن إحنا نصلحه من خلال كلامنا الحمد لله كلام حتى الناس اللي بننتقدها أو الحكام اللي بننتقدهم الحمد لله والشكر لله بننتقدهم بيكلمونا في التليفون وبيبقوا زعلانين شوية في الآخر إحنا بنختلف فنيا ولكن خارج النواحي الفنية الحمد لله الناس محترمة جدا والحمد لله تعلمنا من النادي الأهلي كل حاجة حلوة النهاردة كابتن معروف واحدة كابتن محمد معروف طبعا واحدة من أفضل المباريات لكابتن محمد معروف هتقول لي أنت بتقولي الكلام ده عشان الأهلي يكسب أربعة واحد ماشي هي المباراة سهلة بالمناسبة لأنه الأهلي جاب تلت جوان في الشوت الأولاني فالمباراة سهلت لكابتن محمد معروف ولكن كابتن محمد معروف يبقى باقي التاقم حطونا جماعة التاقم لو موجود فاللي بقوله لحضراتكم أنه زي ما بننتقد الأداء السيئ لا بنقول أنه فيه أداء جيد النهاردة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فيه أداء جيد أداء حلو أداء نتبسط وإحنا قاعدين بنتفرج عليه أداء لا يفرق ما بين الأحمر والأخضر الأخضر ده سيد البلد برضو بيتقال عليه في اسكندرية قال الاتحاد سيد البلد والأحمر هو سيد أفريقيا فأنت بتلعب قدامنا ديين كبار جدا النتيجة سهلت المطش سهلت المطش ولكن عندك حكم كابتن محمد معروف دي أنا دايماً بقوله لماذا لا تكون كل المباراة بهذا الشكل ليه دايماً فيه أخطاء في اللبيض والأزرق تلاقي أخطاء والأزرق والأورنج لقينا أخطاء أنا مش عايز أقول أسماء فرق عشان ما تتقلبش أهلي وزمالك وبرمينز ولكن هذه هي الحقيقة هناك أخطاء كبيرة في مباراة الزمالك واسموحة على الرغم من فوز سموحة عشان الناس بس متقولكش أنت أهلي وبتتكلم على الزمالك خالص في مباراة بيرامد بيرامدز فاز بثلاثة نقاط أنا بشوف أنها ليست ترقل الجزاء كرة بتاعت مودرن فيوتش مباراة بيرامدز أفضل وكل حاجة ولكن إحنا هنا بنتكلم على نتيجة وضرب الجزاء لا يمكن يحتسبها ضرب الجزاء وجهة نظري معرفش ولكن قد يكون هناك وجهة نظر أخر الكرة بتاعت بيرامدز رايحة جاية فيها خمسين خمسين لكن هناك كرات أخرى في مباراة أخرى صعبة جدا صعبة جدا يا جماعة أنها يتم احتسابها فعشان كده النهاردة طاقم التحكيم بالكامل هو طاقم جاية هو طاقم جاية يعني في الآخر هو ده اللي إحنا إيه عايزين نوصل بي إن إحنا عندنا حكام على أفضل وأحسن مستوى ولكن يجب أن يكون المستوى في جميع المباراة الحمد لله ربنا كرم النهاردة وإحنا عاديين واحد حط إيده على قلبه النهاردة الواحد النهاردة بقول لكم حط إيده على قلبه ومش عارفين إيه اللي حيحصل كابتن محمد معروف كابتن شريف عبد الله مساعد أول كابتن عدي عيد مساعد تاني كابتن أحمد حمدي حكم رابع كابتن عبد العزيز السيد حكم للفار وكابتن محمد عباس أبيل حكم فار مساعدة طاقم التحكيم اللي أنا بهنيهم على الهواء مباشرة ودائما هنطلع نتكلم إذا كان هناك شيء جاية هنقوله وإذا كان هناك انتقاد اسمحولي إن إحنا نقوله بعد إذنكم هننتظر يوم السبت إيه اللي حيحصل يوم الجمعة أنا ما بطلعش يوم الخميس أنا ما بطلعش فبالتالي عندي بكرة حلقة طبعا مش هيكونوا أعلنوا الحكام فنتمنى أن يكون حكام الأسبوع القادم حكام جاي لكل المباريات مش أهلي فقط لكل المباريات لأنه لو الحكم كويس أنا خلاص هقط ببطني بطيخة صيفي دي أهم حاجة أنا بس حبيت أن أنا أشيد بأداء طاقم التحكيم